بدأ وزير الصناع اللبناني حسين الحشحسن زيارة لسوريا تلبية لدعوة من الحكومة السورية للمشاركة في معرض رجال الأعمال والمستثمرين في سوريا والعالم لعام 2018 ولد وصوله إلى نقطة جيدة يابوس على الحدود السورية اللبنانية أكد أنه يحمل في جعبته عددا من الملفات لمناقشتها مع وزيري الصناع والنقل ورئيس الحكومة السورية إلى جانب مشاركته في المؤتمر لقاءنا اليوم مع سيد وزير الصناعة لحضور مؤتمر الاستثمار الذي سيفتتح يوم غدين الحقيقة نحن ساعدين بهذا اللقاء لتطوير العلاقات السورية اللبنانية هناك تبادل تجاري بين لبنان وسوريا في السلعة الصناعية والزراعية بمئات ملايين دولارات نحن نصدر إلى سوريا وسوريا تصدر إلى لبنان طبعا هذه الصادرات تأثرت بالحرب التي جرت في سوريا وبالأزمة الاقتصادية القائمة في البلدين وفي المنطقة لكن دائما هناك طموح أن نزيد التبادل التجاري بين لبنان وسوريا في السلعة الصناعية والزراعية وهناك طموح أيضا كان في الماضي ويجب أن نركز عليه في المستقبل هو إنشاء مصانع مشتركة بين لبنان وسوريا ملافات الحشحسن في هذه الزيارة تتركز على الاقتصاد والتجارة وإعادة الإعمار إلى جانب قضية النازحين السوريين وملف النقل البري والطريق البري لإعادة التصدير من لبنان عبر المنافذ الحدودية في سوريا ومنها إلى الأردن والعراق ودول الخليج ترجمة نانسي قنقر